اشتركوا في القناة أنا مرتاح كتير لأنه بعتبر هايدي الحلقة تاريخ لإلي ألف شكر لريكاردو كارون اللي قدري عمليها لها هشام جرودي ابن بيروت الجميلة يلي عشقها لكتار ويلي طبعاً عانت من المكائد الكثيرة يلي حكوها لكتار طالما رغبت بالتمزه في أرجاء بيروت ومراقبة تفاصيلة بالعين المجرد دي نحن اليوم في قلب على عصمي نحن اليوم في وسط بيروت هل ما زلت عم تسرح بأحلامك في أرجاء بيروت أم أصبحت أكثر وقعية اليوم يعني الحقيقة بدي أقول لك بكل صدق أنا بحلم بكل شارع من شوارع بيروت لأنه كان إلي خبرة بإني أمشيها على إجرية وعلى قدمية أيام كان والدي تاجر في بيروت بس تغيرت المعلومات عامة وتغيرت على الأرض يعني ما في شك أنه أجت بيروت الحديثي بسوليدار غيرت المعالم الأديمي وأنشأت معالم جديد وأبني على مستوى أرقى وأغلى وصار فيها محلات وتجارة ومعلومات اقتصادية على مستوى أعلى غير الأديم بس كل نواحي وكل التيارات التجارية والاقتصادية اللي كانت بكل بيروت أنا كنت أعرفها وكنت زورها اليوم بيروت هل ما زالت منصة تعطي الآخر متسع من الحلم وتلهمها الآخر وتعطي القدرة على الذي يحلم؟ والله اللي وصلنا له اليوم مع الأسف عم بيمنع الحلم أنه يكون مع الإنسان قوي يتكفى متلاقين قطش دايما وفي عندنا مسببات اللي ما عم تخليها الحلم يكفي لنوصل لمستوى أرقى وأعلى بس بعد بيروت بتضل بقيمتها وبمركزها بلما كنت طفل لما كنت شاب لكنت بالجامعة وتخرجت زكرياتها ما بتغيب وهي الأساس بنشأتنا فيما بعد وبمستقبلنا التجاري والاستثماري عشت بيروت الزمن الجميل عشت بيروت الحديثة بكافة مراحلة هل تكثر عادة من النظر إلى الوراء؟ كتير كتير وبترحم مع أيام زمان هل بتقول أيا ليت الشباب يعود يوما؟ ما في شك بس هذا كلام ملا حيفيد ولكن منقوله لأنه بطبيعة الحال زمن الشباب غير الزمن اللي احنا وصلنا له هلأ اليوم بكلمتين كيف توصف هذا الزمن؟ يعني الرمادي والغير واضح بتحكي من قلبك تتكلم من القلب صحيح أنت رويت ذكرياتك بكتاب أطلقت عليه عنوان من القلب لكن ليس كل ما في القلب يقال صحيح صحيح اليوم رح نرجع معك إلى الوراء إلى دهليز الماضي ومحطاته هل أنت مستعد أنك تأخذنا معك بطيات ذاك الماضي وذاك الزمن الجميل؟ ما في شك بس في شي ما بينحكه وفي شي بينحكه أنا عندي تاريخ قديم وكبير بس إن شاء الله قدر أنجح أجيب على أسئلتك حياته مليئة بالتجارب والدروس والحكم وحكمته في الحياة ليس المهم أن تعيش بل أن تعيش جيداً وهذا مكان فاصل ونواصل يشام جارودي أنت خلقت وفي فمك ملعقة من فضة ليس من ذهب وليس من خشب كان الوالد عزة شفيق الجارودي تاجر مال إبان وكان عم بيجاهد في سبيل أن تتعلم أنت وأخواتك وتعيشوا بمستوى لائق شو أبرز ما تعلمت من الوالد؟ الحقيقة في شي ما بينتسأ أبداً وهو محارفته بالحياة لتعليم ولاده والدي أدى شبابه وحياته همه الأساسي كان أنه يوصل أبنائه إلى مستوى تعليمي وإلى مستوى جامعي بين قوسين أنتو كنتو خمسة صبيان وبنت نبيل حضرتك وسامة عدنان مونة ومازن لم تكن الولاد البكر كنت التاني بالتسلسل لكن كنت اليد اليمنى لوالدك منذ صغرك كنت تمضي وقت تتصفح المجلات والصحف وكنت تنظر إلى الصور صور البلدان الجميلة بلدان العالم وتقول لنفسك بدي يزور هالبلد بيوم من الأيام وهذا ما حصل لاحقاً زرت العالم وجلت العالم صحيح هل كان هذا نابع من حاسي سادسي أم طموح أم نوعي مبكر أم ماذا؟ يمكن طموح ما في شك بس أنا بقولك شي أساسي يمكن أنا لأنه ساعدت والدي بن زغري وكنت حب أن يساعدوا وكنت بفراغ المدرسة بالأي سي انزل قاد عنده بالمحل وتعرف عالناس ودور معه بشوارع بيروت اللي كان يلم منها سبتية كان فيه شي اسمه السبتية ببيروت يلمه التجار مصاري من التجار البقين أو من البرج والمعرض وبابدريس والمناطق المتجنسي اللي كانت تاخد منهم بضائع وتدفع تقصيد وكل سبت يدفع ودفع كانوا يسموها قبض السبتية فيه أمرار يكون والدي مشغول يقول لي أنت يلم بالسبتية يعمل لي ورقة بأسماء التجار بمناطق بيروت المتنوعة وروح لمه وارجع وانجح بذلك كنت منفتح لهالنوع يمكن هم الأساسي كان مساعدة والدي أنا بقول لك شيء أساسي اليوم وهيدي بالتربية اللبنانية ويمكن البيروتية الشاب اللي أبوه بيضحي لا يعلمه وبيتعب لا يدفع قصته لازم يكون عنده وعي أنه يقدر يردله شيء لو بأثناء دراسته أو بحياته العادية لأنه دايماً دايماً الولد بده يكون عارف شو عم بيعملوا الوالدين وشو عم بيساعدوه ويقدر تماماً شو عم بيضحي الوالد أو الوالدي اللي تعليمه أنا بقول دائماً الحاجة أم الإختراع واللي بيقدر يحس أنه لازم يعمل شيء ونقصه شيء وبيحارب وبيحاول يوصل ليقدر يحققه هايدي سنة الحياة وهذا اللي بيخليه نجع تعلمت في المقاصد كما ذكرت ثم في الأي سي ثم في الجامعة الأمريكية في بيروت درست الهندسة وأنت مهرم بالشعر شعر وهندسة هندسة وشعر يعني هني عقل وقلب هذه المعادلة شرح لنا إيها؟ شوف أنا بقول لك بكل صدق ما بعرف ليش بس أنا بقول المهندس أو اللي بدي يتعلم هندسة بدي يكون عقله منفتاح وقلبه منفتاح أنا بدي أحكي لك روي صغيري خلصت ديزيون بارتي بالأي سي فتنا على الأي و بي بدون ما نعمل فرشمن أو صوف أمر دايريكت فيرست يير هندسة بس كان فيه انترفيو بدون يعملون لي بكلية الهندسة ما كان فيه بعض امتحانات خطيه أحد الأساتذي بروفسور يراميان ما بنسى اسمه ترى عليك سؤال التالي ما هو آخر فيلم سينمائي شفته ما هو آخر كتاب قرأته يسلم هاتم جريدي بتقرأ قلت له الحياة قال شو مكتوب تحت الحياة قلت له إن الحياة عقيدة ووجهات كان يسأل ليشوف إذا صادق بكلامي ليشوف تنوع فكري بيقلي بآخر المطاف إنه اللي بدي يعمل هندسة بدي يكون عقله منفتاح وكل شي بديو يعرف يعيش مع العامل مع الشغيل على الورشة مع صاحب البناء مع المليونير اللي بديو يعطيه شغل ويقدر يجنس هالعمل مع الجميع ويكون ناجح فيه مش بس إنه يكون عنده علامات اي بلس بلس بالماثماتيكس هذا بنبعته يدرس ويدرس ماثماتيكس ما يشتفي الهندسة المهندس بدي يكون قلبه منفتاح عقله منفتاح يطالع الشعر الأدب الكتابة الرأي مساعدة الناس يتعرف كيف بدي يعيش مع الفقير والزنجيل والغني لا يقدر ينجح به عمله وبينتجه استاذك كان عاصم إسلام رحمة الله عليه عاصم إسلام نقيب المهندسين في لبنان سابقا تدربت على يديه وصائب إسلام أحد أبرز رجالات الاستقلال وزعماء بيروت طبعا ورئيس حكومة لبنان سابقا دائما سندك ودعمك وكن إلى جانبك وآمن بقدراتك بمراحل حياتك المختلفة طبعا وهي شيء نحن نذكره بسياح حلقتنا الليلة أنت غرمت بشعر نيزار أباني ودعوته بالعام 64 إلى إلقاء قصائد في حرم الجمع الأمريكي في بيروت ويوم ألقى قصائد أيظن ماذا أقول له والحب والبترول هل جعلك شاء نيزار أباني تتفهم وتفهم المرأة بشكل أفضل؟ ما في شك أنا بقول لك بكل صدق يمكن درسنا بالإليمنتري أدب عربي وشعر ودرسنا شعراء من أحمد شوقي بمصر إلى إلية أبو ماضي وسواه عندنا بلبنان ما أثر بنفسي حقيقة لا شعر المتنبي ولا شعر أحمد شوقي قد ما أثر فيه نيزار أباني لسبب نيزار أباني شعره قريب من القلب وأنا كنت تسميه السهل الممتنع مثل كتاب كليلة ودمنة اللي كان ابن المقفع يقول إن هذا الكتاب فيه السهل الممتنع تقرأ سهل كتب مثله وما فيك تكتب حاول يعطي حقوق وإيمي للمرأة يعني كان يؤثر بنفسي كتير أخيراً عرفت زيادة كمان عنده بدراساتي وبقراءاتي إنه هذا نيزار كان في دمشق ووالده كان بدي يجوز أخته هو شاب ده شخص قريب إلو رفضيت بخلال وقت معين وضمن هالهمروجي اللي وجعت لقلبها وأهرتها وما بداياها راحت ع شرفة البلجون وانتحرت وأنا بقول هيدا أحد الأسباب بشباب نيزار أباني اللي أثروا بالمرأة وباحترام المرأة ومحبة المرأة لأنه بالنسبة له المرأة إلى حقوق مثله مثله بس ما كان حدا يقدره فعطاها أكثر ملازم وأنا بأكد لك بكل صدق هذا الرجل كان عنده مقدرة من الاحترام والمحبة للنساء وللمرأة بصورة صادقة وليس بصورة شهونية أو بمركز معين لغاية معينة لا تخرجت من الجامعة الأمريكية في بيروت بالعام 66 مهندس وكنت طبعا منحاز حينها إلى الشعر والقصيدة والمرأة والجمال والنهضة العربية والنضال ومقاومة الاستعمار أول أجر تقضيته كان 850 ديارة لبنانية كان مرتفع طبعا نسبة لمهندس مبتدأ متخرج أول مشروع استهمت فيه كان مبنع البذر كان في بيروت وهو مجمع تجاري مقاصدي قرب باب إدريس مقابل سوق الطويلة كنت أخذ الرئيس صعب إسلام بسيارتك للتجول ومتابعة المشروع عن قرب طبعا لحظات مهمة ما بتنسيها بحياتك من مبنى البذر كان في قلب بيروت إلى دولة قطر هي فرصة أتتك في أقل من عام على طبق من ذهب ويوم طلب رجل أعمال القطري علي بن علي من صائب بيك سلام أن يستعيرك لمدة سنتين لتساعده في هندسة فندق الخليج في الدوحة شوف أنا ما في شك أنه ربي عطاني إمكانيات فكرية ومستقبلية قدرت استعملها وحققها الفضل بسفرتي إلى قطر كان صعب سلام لأنه أنا ملتزم معه وكنت متما تفضلت أخذ أعلى معاش يومها لأنه عاصم سلام فرد علي أني خلص شهادتي وإنزل أشتغل من المقاصد كأركتك لإنشاء ومتابعة تجديد كل أبنية المقاصد ومستوها وكان صعب سلام بوقت بهذه الفكرة لأنه أنت بتعرف من المقاصد وهي حلوة أولى قديم كانوا كلهم يشتغلوا أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين فيها مجانة خدمة للطائفة السنية والمراكز الأساسية اللي تحتاج هالشي بالطائفة وببيروت لا وجه بيروت صعب سلام أول من قرر مش يتكل على شغل العضو بمجلس الإدارة المجانة كان بده موظف يعطيه راتبه ويحاسبه لينفذ الشغل السريع ويخلي عجلة العمل ماشي على طول وإلى مستوى مستقبلي وهو بدأ بتوظيف ودفع رواتب إدارة مدير مهندس مدير مالي إلى آخر ومنهم كانت أنا أنا ما كان بدي بس عاصم سلام مصابق بوقتها أغروني بالراتب كان الراتب ستمائة ليرة لأكبر مهندس أخذت تمامية وخمسين تب شو بتسمي هيدا حظ؟ يمكن والدي راضين عني والله وفقني أنه عام كان يحترمني وحبني بشغلي ونصح صقباك فيه هايتي فرصة تجي بدك تختنمها أنا يمكن فتحت إلي أبوام ما كنت محلم فيها بس الحمد لله قدرت حافظ عليها وإنجح فيها اشتغلت في قطر بين عام تسعة وستين واثنين وسبعين اشتغلت بقطر أول ما رحت مع علي بن علي وخلصت بسنتين كل المشروع اللي كان مطلوب مني بوقت رجعت إلى المقاصد عند صقباك هل رجعت إنسان فري؟ قبل ما إثره كنت بعدني نص 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 رجعت لسبب واحد لأنه أنا وعدت برجع وكنت بآخر سنتين أنا وأخوي الدكتور نبيل أخذنا منحة من المقاصد لنكفي رواتب دراستنا بالجامعة اللي والدي بآخر سنتين ما قدر أكفيها وكانت المنحة بشكل دين إنه بتاخدها لما بتشتغل بتسددها إذا بقلك قال لي وما صقباك يمكن فوق التسعين بالمية ما رجعوا أخدوا منح وراحوا أنا رجعت وسددت الدين اللي علي وعلى أخوي وتبرعت بقرفتين في مستشفى المقاصد بإسمي وإسم أخوي لأنه بحاجة كانوا لمساعدة بعدها قال لي صقباك فيك تكفي بالطريق اللي بتريده كانت بعدي علاقتي بقطر ماشي تعرفت عناصر المسند اللي هو دعاني كان عنده أشغال هندسية وعنده كونكريت مجمع كونكريت وجبالي مجمع كونكريت اللي بيبيع كل المشاريع اللي بقطر وبدأت معه كان إلي معه تاريخ ممتاز جدا جدا منهن إنه وقت اللي زوج بنته لابن الشيخ خليفة للأمير اللي كان حاكم قطر من سنتين هلأ ابنه صار أنا عملت له عرسة وأنا بنيت له عرسة بقطر لأنه ما قبل ناصر المسند يجوز بنته ببيت الأمير الشيخ خليفة الثاني بده الشيخ خليفة يجي عبيته يخطب البنت ويعمل الأرسة وياخد البنت العروسة وجوزة بنيت له بشهر مجلس بياخد ستمائة شخص على أرض فاضية بالصحراء بلزق بيته جبت كل المتيريال طبعا من لبنان بالسيارات من فولت سيلينج من ألمنيوم من فرج من برادي من سجاد من إير كونديشن من تريات كله صار بخلال عشرين يوم وعمل عرس بنته هناك وظهرت عروس من بيته لأنه أصر ما بيجوزها إلا من بيته وحلق هشام جارودي النجاح ليس صدفة إنه جهد وحظ وأبتسامي والحياة ليست عادلة إنها اختبار مرهون بالطريقة التي نحياها بها فاصل ونواصل نعود بعد هذا الفاصل لمتابعة حوارنا مع ضيفنا هشام جارودي شئة الظروف إنك تقترب جدا من زعماء كبار سطروا تاريخ لبنان المعاصر ورسموا ملامح لبنان في استقلال الأول والثاني صائب سلام ثم رفيق الحريري كلاهما أصبح اليوم في دون الحق كنت شاهد بالعين المجردي كيف ترمى السهام على الزعماء الكبار عند تغيير العهود والأنظمة كنت شاهد كيف أصبح صائب بيك سلام في مرمى المكتب الثاني وكيف انهالت عليها الضربات ومن ثم كنت شاهد على كيفية لي ذراع رفيق الحريري ومن ثم اغتياله هل السياسة هي جاهدة إلى هذه الدرجة؟ يمكن معك حق فيها مشي من الحق ولكن أنا بقول الظروف السياسية اللي مرأت بلبنان إلى تأثير كبير علي حصل صائب سلام كان حقيقة زعيم وكان متقرب من كل الفئات والطواقف اللبنانيين وهو ما قال أنه لبنان ما بيعيش إلا بجناحيها المسلم والمسيحي فما كان عنده أحداء ومرأ بظروف غير الظروف اللي مرأ فيها رفيق الحريري اللي دائه فقط القوات والوجود العسكري السوري بلبنان اللي قدر ما يتجابه معه واللي قدر أنه يبعد عنه يترك لبنان ويروحها سويسرا ويغادر بآخر حياته بعدين رجع مهوني يقول لك بكل صدق في فضل الله يرحمه رفيق الحريري اللي سهل له زيارة مع ابنه تمام بعدين إلى سوريا عند حفظ الأسد وعمل له مصالحة وطنية ورجع قعد ببلده دون أي عمل سياسي وقضى حياته النهائية لحين ما توفى الله يرحمه صائب سلام كان زعيم لكل لبنان وكان زعيم عربي وكان مكتفي بزعامته داخلية رفيق الحريري ما في شك إجا بزعامه وبدعم من حفظ الأسد أول ما بدأ وحكم بلبنان بتعاون قوي من وليد بيك جنبلات ومن الرئيس نبيه بره وحكم بسنوات عديدة وأنجز ما لم ينجز بمئة سنة يعني اللي أنجز رفيق الحريري بلبنان من بناء من عمران من تخطيط من مستوى عالمي وصل لبنان إلى درجة يعني بالعالم كله بتحكي فيه وهيدا كان حقيقة أحد الأسباب اللي أدت إلى قتله أو اغتياله لأنه كبر أكتر ملازين هيدا برأيي تعرفت على الرئيس رفيق الحريري في العام سبعة وثمانين في جناف تحديدا عند صائب بيك سلام خلال زيارة الأخيرة شرع لك صائب سلام مرة تانية الأبواب فتح لك كيها وطبعا الفرص فتحت لألك والحظ ابتسم لألك وعند سؤال رفيق الحريري صائب سلام من هو هذا الشاب قال له هذا أعز ولد عندي لم تمر أسبوع حتى طلب رفيق الحريري مقابلتك وحور اللقاء كان تأسيس شركة سوليدار صحيح وبناء الوسط التجاري لبيروت مراجي دي المسألك لماذا أنت ماذا رأى فيك رفيق الحريري ليختار التعاون مع رجل بالوقت اللي كان هو محاط بألاف المهندسين ورجال الأعمال والحقيقة الفكرة الأساسية كان بده شخص يعطيه وقت وأدي له ما هو بحاجة له من معلومات لتأسيس مش هيك شركة كان هدفه شراء العقارات كله في الوسط وعرف هو أنه أنا بالمقاصد كنت ناجح وصاق اسلام قال له هذا رجل صادق وأمين وأبن بيروت بيفهم طلبني مش لا ينشئ سوليدار نكون صادق معك طلبني ليقول لي أنا بدي أشتري هالوسط التجاري كل هالمناطق اللي أنت بتعرفها قلت له ما فيك تشتريه محل أبوي بشارع فوش ملكية فردية الدستور والنظام بلبنان بيحمي الملكية الفردية لو حقه مليون قال لك بدي مئة مليون يمكن ما يبيع فأنت ما فيك تشتري كل هالعقارات بدك تعمل مشروع ليقدر يخلي الدولة توضع يدها على هالمنطقة وانت تجددها وتشرعها تهدها وتعمرها ضمن قسس ونظام وتدفع تمنها بتقرير من الدولة وبتخميم من الدولة ومن القضاء اللبناني قال لي بأول يوم وصلت له بعشا قال لي كتب لي هالنص وتعه بعت وراي تاني يوم ساعة ستة الصبح كنت نايم الساعة خمسة أنا عم بكتب له رحت لعنده ببيته بجدة كان عنده مستر باكتل صاحب باكتل كومباني اللي أكبر كونتراكتين كومباني بأمريكا قعد معي كاتب له ستة وتلاتين ورقة بخط إيدي أرى أول ست صفحات طواها قال لي روح بلش قال لي روح بيروت احصر لي كل هالأملاك لحتى نبلش نعمل هالشركة ونشوف كيف بنا نخمن وكيف بنا ناخد قرار بمجلس الوزراء لنتشرعها ضمن عمل الدولة اللبنانية وبقرارات تكون الدولة حاميتنا والقضاء حامينا وهكذا بدأت وهكذا كان يعني إذا بدي أحكيه لك فأحكيه لك ساعات بس هيك حصل يعني رجعنا عبيروت بعد جمعتين هو كان ببريز أول شغلي عمله ببيته بأسر صالحة اللي كان ريتم قبل ما عمر بيته جديد قال لي هشام طلع معي فرجيني الوسط التجاري ما كان بعد صار رئيس وزارة قال لي أبو بهاء انتي ما فيك تمشي هنك لوحدك زعران تحت ومسلحين ومسلحين سيارات وصارقين وفي تحشيش وفي مخدرات قال لي بس فرجيني اللي فيك تفرجينيها نزلته لرأس صحة الدباس بسيارتك بسيارته هو مرسيدس قديمة مسكرة زاز أسود صفحة صفحة معي كان دكتور باهيش طبارة رجعنا على صوب استاركو من فوق ما قدرنا وصلنا على استاركو كلها مكسرهم هدمي كلاب وناس عم بيحششوا وناس بيصلحوا سيارات فرجيتوا المنطقة من بره عرف انه هيدا واقع ما بينحل إلا بطريق استملاك عام لم يكن هدف رفيق الحريري على ما تذكر وتردد دائما الربح بل أن يقول حفيدو ذات يوم جدي أعاد أعمار وسط بيروت اليوم بعد أكثر من ثلاثة عقود من يجول ويتنزه في سوق أبو النصر وسوق الطويلة وساحة الدباس سوق المعرض ووادي أبو جميل وباب دريس والزيتونة وسوق النجارين والمعرض والريفولي وساحة الشهداء يكاد يسمع صدى وصد بيروت يستمر معطل كم هذا مؤلم بالنسبة لألك كثير كثير بس اللي أنا بقوله بكل صدق وأماني كل ما خططوا رفيق الحريري بعمره السياسي وبحكمه كرئيس وزارة إلا اليوم عم يتنفذ ما نعمل في جديد أنا حلم أول حلم صار معي بوجوده لما شأ أوتسترات صيدا وأنهى أوتسترات ترابلوس تصور كل رؤساء وزارات لبنان وكل حكومة لبنان لتاريخ ما استلم رفيق الحريري ما كان في أوتسترات ترابلوس خالص كان يقف على موقف ومنكفين وكله على الطريق الأديمة صيدا ثلاث ساعات لتوصل كان يحلم ويخطط رجل كان يحلم ويخطط بعدين كان عنده فكر متنوع وكان يسمع أنا بقولك هون بس حد صغيري معلاش جيتوا مرة من لندن بناءا أعطلبوا لغاية أخرى عقارية لقيت عنده الأستاذ نبيل نصار مهندس دار الهندسة الله يرحمه وفاتح خرايط لجسر عاملوا ما بين الأوجي بأول فردان لبعد مفرق فردان لجهة الكولا يعني لتوصل للخدمة المدنية ولا عفوا مش لتنظيم المدني قال لي شو رأيك قالتلو دوتر رئيس انتي عم تعمل جسر يعني متل جسر الكولا مش الكولا البربير قال لي ايه تحطى السير يمشي قالتلو جسر البربير ماتت الممطة صار تحت الجسر بيعين فواكة وعالتالي وإلى آخره والناس فوق والبنايات حواليها بطلعتها في سيارات والبوستات انعمت المحلات انعمت البنايات شوهت المنطقة نحنا إذا بننا نعمل شي نعمله تحت الأرض أو بلا صدقني معه قلم رصاص كنا عم بيدرس فيه عمل إيكس على كل المشروع قال له لنبيل نصار بأسبوع الجاي بتجي الطريق جسر من تحت مش من فوق وهكذا صار وكنت معه بافتتاحها تصور لو كان ما عنده هالبعض النظر السريع والتنفيذ القوي بس يعني أنا كل شي بقوله اليوم الله يرحمه كل الترقات والدائرات والاسترادات المستديرة بتطلع لاب عبدها اليوم بتضيع بتطلع لأس الجمولي الطرقات بتضيع كل مذيلي كل يات من أيامه بفكرة في الحريري كان يحلم بتحويل منطقة الكورنيش الكورنيش البحري إلى مونت كارلو وهذا الحلم لم يسعه أن يحققه هل تتمنى وتتوسل أو تعتقد أن هذا المشروع سيصبح حقيقة ملموسة في يوم من الأيام؟ ما أظن بغياب رفيق الحريري ما بقى حدا يقدر يعمل اللي كان هو يعمله أو اللي كان يفكر فيه رفيق الحريري تم اغتياله صعب إسلام انتقل إلى دنيا الحق هل يشعر هشام الجارودي اليوم بيتم سياسي؟ أي والله أشعر بكل صدق أنا بقلك بعد من دفن رفيق الحريري أنا كان إلي فضل والحمد لله الله يطول عمره الشيخ سعد الحريري وفقني فيه كان المفروض يندفن رفيق الحريري تحت المسجد محمد الأمين أنا اللي منعت وقلت له لشيخ سعد هذا ما بين دفن إلا على أرض السماء تشوفها والطائرة تشوفها واللي بدو يجي يحط إكليل يشوفوا وين هم موجود مش تحت الأرض وسمحنا فيها وهي قصة إلى تاريخ بس ظبطي بس أنا اللي بقلك يا إنه من بعد ما توفى امرق على بيته بقريتين واطلع عند صديق عنده ابكي وترحم لأنه أنا كل يوم كنت عنده ساعة 8 أو 7 أو 7 ونص كل يوم ما عد في حدا نطلع لعنده فضية البلد ما بس هيك ما عد فيه سئة بأي شيء يتحقق كان رجل يقول نفذ يتنفذ يتنفذ اليوم بدأ عهد جديد عهد الرئيس سعد الحريري كيف تتمنى؟ أتمنى أن يكون عهد ناجح بدأ بخطوة كتير مهمة اللي وحد فيها السياسي ووحد فيها العلاقات السياسية ما بين الخصم وبين الحليف الحليف مع أنه أنا برأيي كان لازم هيتم بشاة أو تبدأ من قبل من يوم اللي إجر رئيس عون على بيروت كان لازم يكون دارة رفيق الحريري مفتوحة إله مع الأسف لأنه رفيق الحريري للحق بإيامه سئل على التلفزيون عن هالموضوع وقال أنا حاضر يشرف لعماد عون أنا بستقبله وببيتي وبأمان الحمد لله وصلنا لو أقتل في وحدة وطنية ما بين 14 أدار و8 أدار إن شاء الله تتابع مسيرتها ويقدر لبنان يتعاطى بمستقبل مثمر لشعبه ولكل محيط طبعه وبتصير إن شاء الله إن شاء الله نحتار معه من أين نبدأ وأين ننتهي فلكل مرحلة من مراحل حياته بداية متجددة ولكل بداية حكاية والكورة لها في عمره ألف حكاية وحكاية بريك ونواصل نعود لمتابعة هذا الحوار الدسم والشيق مع ديفينا هشام جارودي لون الكرافات ربط العنق أصفر هشام جارودي أنت عاشق لهذا اللون لون فريق الرياضي لكورة السلة يلي استلمت زيمامه في العام 1991 وأنت من لم يلعب في حياته أو يمارس لعبة كرة السلة حقق الفريق معك بطولات كتير تجوزت لبنان والعالم العربي إلى آسيا والعالم ونجحت في منح هذه اللعبة ما تحتاج إليه كي تتألق وتحلق وما يحتاج إليه الجمهور ليتمتع ويستمتع ويصفق وينتشي بالمقابل ماذا أعطتك هذه اللعبة؟ أعطتني حياتي كل الباقي أنا من 25 سنة حياتي النادي الرياضي قضيت فيها 25 سنة غلق بدأنا بأكتر النادي الرياضي بالنسبة لإليه بدأت فيه أرض ما فيه سقف تراب دبابات سورية قاعدة جوا لأنه كانت براس بيروت محيطة هنيك فاضي ما فيه بناء ما فيه احترام ما فيه كهرباء ما فيه شيء نفضنا الدنيا كلها وبنينا أول نادي مغلق وعطينا أحلى احتفال استلمت المسؤولية من الرئيس الأديم وفيق بيكنسولي اللي كان هو مثلي قبل حوالي 50 سنة رئيس أيام الرئيس الفقري صاقب سلام أنا استلمت منه ونقلنا رئاسي الفقرية إلى تمام سلام لأنه صاقب بيكنسولي صار برا وقرر أنه يبقى بجنيف وبدأنا العمل ما فيك تتصور أنه أول ما بنينا هالمجمع الرياضي كان الاحتفال برعاية طبعا تمام بيك وكان برعاية وزير الداخلية وكان موجود وفيق بيكنسولي على عصايته وأنا عم بلقي كلمتي مدح فيه وبيدي أعطيه الدرع التخليدي لذكرى شتت الدنيا والناس صارت تتضقف لأنه في سقف ما كنا على الأرض النادي الرياضي مؤسسي بدأت فيها وعشقتها وضحيت فيها بكل ما أملك من مال ومن صحة يعني مرأ علي بهذه 25 سنة ديسك بظهري عملية قلب مفتوح 24 نزيف براثي الحمد لله الله أعطاني حياة فيه لا زلت إلا اليوم عندي النادي الرياضي الهوس طبعي كل يوم والهاجس لطالما تمنى الرئيس رفيق الحريري عليكم ألا تنساقوا للخلافات في نادي كرة السل وبعدم جدوى الانسحاب تحت أي ظرف كان لأنه جمهور ينتظر الأقوياء ويتمنى دائما أن يربح القوي هل هذا الشيء أقنعكم؟ ولماذا انجرت لعبة كرة السلة إلى الدهليز السياسي وتحولت هذه الكرة إلى ضحية الخلافات السياسية هذا صحيح هم تحكي بس ما هو السبب هو الحقيقة قبل ما يتوفى والله يرحمه لسنة الـ 2050 كان مغطى بخيمته كل هالفرق وكان دائما اللي يوصل على الفنال نحنا والحكمة ما كان في غيرنا بوقتها كان دائما يستقبلنا يعطص يكرمنا مرة من المرات بس معلشي خليني أحكي لك هالنهف الصغيرة اللي بتأكد اللي عم تتفضل فيه طلعنا اللي عنده ومدربي كان غسان سيركيس وقلنا له إحنا بنص المباريات بدنا نوقف لأنه مدربي عنده قناعة بأنه ملح نربح الاتحاد بضغط من غيره يمكن طبعا معروف كان الضغط يكون من أنتوان شويري فملح نكفي بس حبينا نقلك ومعي مجلس الإدارة كله ضيفنا وشربنا عصير ومهلنا قال لي يا شام بدي أسألك سؤال كانوا بهالوقت كل الصحافة الرياضية ببيته على الدرج بجنيني ناطرين جواب لحتى يعلنوا الانسحاب وكان هيدا بيهز كرة تسلي قال لي أنا بدي أسألك سؤال إذا بكرة صارت الفنال والرياضي مش موجود الحكمي مع فريق آخر شو بيقول الجمهور اللبناني البيروتي تبعك راس بيروت المصيد بالمزرعة الضاحي وينما كان بدي قولوا وين الرياضي شو بتقل لون خفت تخسر شوف يا ابني أنا بدي أقول لك كلمتين الرياضة ممارسة والرياضة مش بس ربح فيها ربح وخسارة أهم شي بالرياضة والكرة تسلي المشاركة أنت بدك تشارك لأنه أنت فريق الرياضي بدك تشارك مع أي فريق آخر خصم اللي بيربح بيربح اللي بيخسر بأوي حاله ولا يربح بعدين بس ما بيكون أمامك الربح فقط ما فيه خسارة كل شي فيه خسارة أهم من للخسارة المشاركة بتخسار منذ أصلها ونقول لك سنت إجابة بدك تربح هشام جارودي كل إنجازاتك بعالم الأعمال والإعمار والهندسة والعقارات لم تجعل منك نجما فقط كرة السلي جعلتك نجم ونجم أشهر من نار على عالم هل أنت ممنون لهذه اللعبة مثل ما هي ممنونة لألك والله أنا بعتز فيها وشفت ملوكيتها عم بلبسها دايما بكل نصر وبكل تحقيق نصر كانت أعز عندي من كل السياسة الحقيقة رصيدك الشخص في الحياة زوجتك لينا عمر اللبان وأولادك الثلاثة نادية وتمام وسوريا تمام تيمنا بتمام بك سليم وسوريا أيضا تيمنا بسوريا سليم نادية درست الهندسة المعمرية وتمام درست الهندسة المدنية أما سوريا فتنطلق في العالم في اختصاص البحث البرافي رصيد بيرفع الراس هل أنت مطمئن إلى عرش هشام الجارودي كتير وأنا بها المناسبة بقول لك الفضل مش إلي بس الفضل لزوجتي لينا اللي هي ربت هالولاد واللي هي تعبت على تعليمهم وكان عند الوقت الكافي أنا قضيت وقت كتير بسفر وبعمل خارج لبنان من قطر البحرين إلى أنجلترا إلى برتغال وعملت شغل كبير فيها هوني فالفضل كله لزوجتي اللي هي ربت هالولاد شبهت زوجتك لينا بالقنديل الأخضر الذي يشع نورا لماذا الأخضر؟ لأن الخضار في حياة والخضار عنوان الحياة عنوان الروح وعنوان العطاء ومنه الثمار ومنه الإنتاج ومنه كل شيء بالدني وبنفس الوقت لونه لون أطمئنان يعني هلأ أنا أحكي عن لينا وعن الأولاد لحص إلى أي درجة أنت متأثر أنا أقول لك بكل صدق اللي ما بيعترف فعلا بفضل زوجته على تربية أولاده ومحيطه أنت بتعرف مدامتي اليوم موجودة مع بنتي سورية اللي هي الدكتورة لأنه حبتها تكون معها من بلد لبلد ترجع للسبت معها بسان فرانسيسكو معها بأكسفورد معها بدبي بتسيرها وبتتابع معها وبتساعدها بكل شيء لأنه البقين جوزوا وصارت حياتهم مستقل لنا وعما عطفتها وحياتها كانت الزوجة وأولادها فأنا مرأة بالنسبة لأيلي هي أساس البيت وهي أساس العائلة هل كتبت الشعر إلى لينا؟ بصورة تانية مش خاصة بس بكلام آخر وبتعبير أخرى لأي أشياء تانية تدعي الجمال وتعطيني فرحة بالجمال مثل زوجتي شو أجمل بيت شعر ريتلا هي لا أنا بقول لك شيء مهم كتير بالحياة هو أنه يعني أنا كنت أتغذل بكلام نزار أباني لإلها لأنه هذا معلمة بتشعر ما بعرف إذا هوني في مجال ذكرك بشيئين بس فضل في عنده أنا حضرته أول ما جدته على الأيوبين متل ما ذكرت بال64 بال64 عمل ثورة بعدين صار يقدر يتنقل بين الألمناي معنا وبين الجامعة الأمريكية تشابل ويعطي محاضرات علمية بشعر منه التاريخ ومنه القومية العربية ومنه الأدب الرايق ومحبة النسوان اللي هو بيعتبروها هذه محبة خاصة إلو عنده بيتين ثلاثة بيقول شفتان مقبرتان شقهما الهوى في كل شطر أحمر تابوتوا الفلقة العليا دعاء سافر والدفء بالسفلة فأين أموتوا اليوم أحفادك بدأوا يتحلقون حولك هل أنت فخور بأحفادك مثل ما أنت فخور بأولادك كتير وبقدر أقول لك أنه أنا بالآيسي يمكن عنده كلام من جملة اللي هتقوله أني اتبرعت ببناي كبيري جديدي أحفادي فيها اليوم وابني بكتابي اللي أنا كتبته من القلب كتب لي صفحة بخط إيده وتركتها بخط إيده وحفظتها بآخر صفحة بالكتاب اللي بيعتز فيها بأنه جده بنى المدرسة اللي عم يدرس فيها أحفادي بكل صدق بقلك وهذا فخر إلي ولا بنتي ولا صهري جوزة بنتي وابني من بنتي نادية الأول بصفوفه من أشتر تلميذ بالآيسي وبنتي نادية الأولى بكل السيكشنز تبع صفحة مباني كتير في مؤسسات تربوية وثقافية وجامعية واستشفائية مذيلة بإسمك طابق هشام ولينا جارودي في مستشفى المقاصد أوليتوريوم هشام جارودي قاعة محضرات هشام جارودي في مدست رفيق الحريري للتمريد في الجامع الأمريكي في بيروت مبنى هشام عزة جارودي في الجامع الأمريكي في بيروت ردهت هشام جارودي في المركز الطبي في الأمريكي أيضا قاعة الحاج نادية عنوتي جارودي في البشورة قاعة الحاج عزة شفيق الجارودي في البشورة قاعة مباني ردهت بإسم جارودي فلسفتك في الحياة اعرف نفسك ترتاح ختما بعد كل ما عرفنا عنك في هذا الحوار وفي هذا اللقاء هل فيها نقول أنك أنت متصالح مع نفسك كتير بس أنا بدي أقول كلمة واحدة بهذه المناسبة أولا أنا بشكرك على هالجلسة الحلوة اللي رجعت لي شوية ذكريات بس أنا بحب زيد بس كلمة واحدة أنه الدنيا كل الدنيا وما فيها إذا ما في عطاء يخلد اسمك ما إلا إيمي أفدا وإذا بدك تعطي بدك تعطي بمحبي ما حدا جاب رأك تعطي بس إذا عطي إنه جيد ونايس أنك تعطي بمحبي بطلب ورغبة من نفسك الحمد لله الحمد لله أنا مكتفي باللي عملته سعيد باللي عملته وأتأمل أن أعمل أكتر وأن أعطي أكتر أنا مناي بعد أنا بورد وفترصيز بالجامعة الأمريكية وهذا شرف إلي بس أنا همي أني أعطي أكتر للجامعة بعد وأقدر بآخر عمري أقدم له شي زيادة اللي يخلد اسمي أكتر العمل الكويس العمل الخير بيضل وهذا المرجع اللي بيذكره العائلي أولادك وأحفادك ويذكره أصدقائك وأحبابك ما في شي بدوم مثل العمل خير وما في شي بدوم مثل العمل اللي بيساعد فلذلك نحن ربينا بجوع عائلي من أبوي وأمي وغيره لليوم حتى زوجتي إلها مخصصات بتعطي فيها مساعدات وهي دا بشجع أولادي على المستقبل إنه الدنيا مش بس تعمل شغل وتربع وتعمل فلوس وتعمل مركز إذا ما شاركت فيه محيطك أو مجتمعك وإذا ما أدمت فيه للمستقبل لشي يحفظ اسمك أهلا وسهلا فيك شكرا لك هو رجل وقع حقبة زمنية بنجاحات مختلفة وعديدة ولسان حاله دائما وأبدا يا رب أعطني المال ولا تأخذ سعادتي واعطني التواضع ولا تأخذ اعتزازي بكرامتي وأعطني شجاعة شجاعة العفو والغفران إيشان جارودي أهلا وسهلا فيك أزلقائي المشاهدين إلى اللقاء شكرا للمشاهدة